السلام عليكم عزيزي الطالب وحلقة جديدة من تدريس اللغة الانجليزية اليوم اياك بالقرامر اللي هو قواعد ليونت الثاني بعد ان شرحت لقواعد ليونت الأول طلاب ثالث متوسط خصوصا اللي واقعين اللي كمان اليوم رح اشرح لقواعد ليونت الثاني وبعد هسوي لك فيديو لقواعد ليونت الثالث فخليك وياي عزيزي الطالب وقبل لا ابدي لك اقو مراجعة مركزة للكتاب كله موجود عندي بالفيديوهات بس تدخل قواعد التشغيل وتدخل الثالث متوسط شرح للثالث متوسط حيث تطلع لك مراجعة مركزة ضمان نجاحك 100% بعد المراجعات اللي هسا انا بديت بيها جديد تروح لقواعد التشغيل تلقى موجود مراجعة للثالث متوسط واني مسوية اربع فيديوهات فقط ثلاث فيديوهات هي تمارين يونت وان تو ثري وقواعد اليونت الأول وهسا هأسوي لقواعد اليونت الثاني فعندي هنا الأفعال عندي الفيربس الأفعال love enjoy like don't like hate هذه الأفعال كلها تاخذ فعل بعده ing شون يجيين السؤال عليها i شوفو ترى بس الفاعل i مو i'd i i like sit ball اذا نقل لك play low playing low to play طبعا اخذ الفعل bing لان like يجي بعد فعل bing اذا كان عندك الفاعل فقط مو الايد الايد هسا رح ناخد موضوع البرفرنس اللي هو التفضيل هنا عزيزي الطالب اللي هو البرفرنس اللي هو التفضيل عباراته شنو i'd like i'd love و i'd rather ال i'd like و i'd love وراها نفعل حرف جر وراها نفعل مجرد لازم التو والفعل المجرد اما ال i'd rather بس فعل مجرد بدون حرف جر ال i'd like و i'd love وراها نحرف الجر هو التو وبعض ينفعل المجرد لكن ال i'd rather لا تاخذ بس فعل مجرد بدون حرف جر وهنا قاتبي لك كيف يأتي السؤال شون يجي سؤالك I'd like في تبول play playing to play طبعا راح أختار to play ليش لان انا قلت لك I'd like ياخذ بعد حرف جر to وبعدي الفعل يكون مجرد خلونا نروح لموضوع آخر هنا عزيزي الطالب عندك سؤال وزاري مهم جدا فنتبقي لي Express your preference about going to the theater كاتب لك هنا استخدم I'd love شوفوا استخدم I'd love انت تجيب I'd love وتنزلها وتروح وين الفعل مالتك I'd love تاخد to فعل مالتك going ابديلها بالgo to the theater هالشكل يعني I'd love والآيد like اذا نياخذ حرف جر to وبعدي نروح للفعل مالتك مجرد نزلها مو مجرد انت سوي مجرد زين هنا اكتب ريس your dislike concern flies هنا انا عبر عن كرهك يعني او عدم رغبتك او يعني انت مسحب الذباب فتقدر تقول I don't like flies او تقول I hate flies واحدة من هاي العبارات عادي تكتبها كلش مهمات ذن السؤالين ودائما يجبونهن وزاريات خلونا نروح الموضوع آخر هنا عزيزي الطالب الموافقة يعني ينطيك الموافقة ونتتحلها الموافقة agree أو كلمة accept لو agree لو كلمة accept فشون رح اصير الموافقة عزيز الطالب فانتبه لي بالموافقة تكتب yes that's a good idea هذه فكرة جيدة yes why not نعم ليش لا يعني yes I love to حبيت هذا الشي يعني وyes let's نعم دعنا كيفية السؤال سؤال وزاري هيتش يجيك السؤال هذا سؤال وزاري let's play tennis دعنا نلعب tennis except وافق او يطيك agree except وافق او يطيك agree انتش رح تقول yes let's بس yes let's اذا شوف كلمة accept او عندك agree بين قوسين حتكتب yes let's نروح اللي بعده هنا عندي الرفض هنا عندي الرفض refuse او disagree شنو عبارات الرفض الرفض هاي بين قوسين اطيك ياها او هاي disagree I either rather not انا لا او no I can't انا لا استطيع هاي عبارات الرفض زين بعد شنو عندي بعد عندي suggestion اللي هو الاقتراح شنو عبارات الاقتراح would you like to ومجرد why not to let's وفعل مجرد how about تاخذ فعل b-i-n-g how about تاخذ فعل b-i-n-g عبارات الاقتراح اللي هي suggestion would you like to why not let's would you like to مجرد why not to let's مجرد how about تاخذ فعل b-i-n-g وشلون يجيني بالامتحان اهنا اهنا make suggestion اصنع اقتراح for your friends صديقك about where to spend the weekend اين نقضي العطلة وهاي وزار السؤال ودائما يجيك بالامتحان how about going to the cinema يعني ليش متخلينا اروح او ماذا عن ذهابنا ل ال cinema اذا يقل لك اقترح لي وكيف هو ويقول expand your weekend يعني هاي تلس وين نروح تقدر تكتب how about من يمك going من يمك to this cinema بعد بعد عندي الدعوات invitation دعوات invitation هي الدعوات شنو عباراتها would you like to shall I are you free on شوفوا are you free on هال انت فارغ في او would you like to او shall I هذي دعوات انه انت تدعي احد اصدقائك طبعا ناوك عمين خرب السؤال الجواب invite your friend to come to your brother شوف ادعو زميلك الى حفلة سواج اخي راح تقول هنا انا بدل هشوف would you like to come to my brothers wouldn't تقدر تقول would you like to would you like to هذي الاشياء المهمة الموجودة باليونة الثاني كقواعد كقواعد بعدين هسوي لك سؤال وجواب عن الازمنة اللي هو المضارع البسيط والماضي البسيط شكرا لك عزيزي الطالب اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر